انسوا الطرق التقليدية لوضع كريم الأساس واحصلوا على كوري كيو لتغطية مثالية في ثواني انا كسيدة وكخبير التجميل بعرف قديش مهم بالنسبة لنا ان احنا نحصل على فونديشن مرتب خمسين بالمية من نجاح اطلالتنا النهائية بيعتمد على الفونديشن او على كريم الأساس ولها السبب انا اليوم كتير كتير سعيدة لاني رح اقدم لكم كوفر كيو اللي بيحتوي على كل شي انتو بتحتاجوه لحتى تحصلوا على فونديشن مرتب كوفر كيو منو موجود بأي محل ومنو بوجود بالأسواق فكرة كتير مبتكرة وبيحتوي على كل شي انتو بتحتاجوه لحتى تحصلوا على كريم أساس كتير مرتب هلا خلينا نتعرف مع بعض على محتويات الكوفر كيو مثل ما انتو هلا شايفين قدامكم بالبوكس الخاص بكوفر كيو عندي هون الابليكيتر الابليكيتر مركب فيها سبونج وعندي غطى الابليكيتر عندي اكسترا سبونج وعندي الفونديشن كمان عندي ريفل للفونديشن كل شي انتو طبعا رح تتعرفوا عليه في السياء الحلقة اهم الشي بدي اخبركم عنه هلا هو الابليكيتر الابليكيتر عن جد هي اداة كتير مميزة سهلة الاستخدام كتير حلوة لحتى تعطينا هايدي التغطية المثالية حجمة كتير صغير متل ما انتو شايفين هيدا هو الشكلة الخارجي بس نفتح الغطى رح نلاقي هون الاسبونج او الاسفنجة اللي هي كتير مميزة كمان رح نلاقي هون الزر هيدا زر كتير مميز لانه هو رح يمد البشرة بالاهتزازات اللي بتعطينا الانتعاش وتعطينا الاسترخاء اللي رح نحكي عنه هلا بمجرد ما ندوس على هيدا الزر هون خليني ادوس على الليلة افرجيكم رح حط على الطاولة شوفوا معي الاهتزاز هيدا الاهتزاز كله رح ينتقل للبشرة رح يعطيني ارتخاء استرخاء وانتعاش بالاضافة انه رح يثبت الفونديشن ورح يعطينا تغطية مثالية نحنا بنعرف ان المسامات المفتوحة كتير بشعة واللي حتى نثبت لكم انه عن جد التغطية مثالية مع الكوفر كيو ابليكيتر هلا بنعمل تجربة حية قدامكم بنعرف كتير منيح انه اقرب شي لبشرة الوجه اقرب مثال هي ممكن اشرة البرتقالة او مظهرها الخارجي لانه هي لها نفس الملمس وكمان الى المسامات هاي دي اللي بتبين كمان على بشرتنا انا لو استخدمت الطريقة التقليدية اللي هي باصبعي واستخدمت هون على البرتقالة رح شوف هون المسامات منا ابدا متغطية شايفين بشعة كتير استخدمها بينما لو استخدمت الابليكيتر بس بدوس على الزر رح ااخد شوية من فاونديشن وبضغطة واحدة بس لاحظوا معي بس بضغطة واحدة ما رح اعيد وازيد شوفوا ابدا ما بينت معي المسامات شوفوا الفرق ما بين هيدا الجزء وهيدا الجزء ابدا ما بنقدر نتخيل انه هيدا الطريقة التقليدية اللي هي كتير بشعة بنشوف هون المسامات المسامات لو شايفين واضحة وبارزة التغطية مننا متساوية بينما هون عنا تغطية متساوية والمسامات كلها متسكرة هيدا الشي نحنا كلنا بندور عليه وطريقتها كتير مثالية وسهلة اذا الكوفر كيو بوكس بيحتوي على كل شي نحن بنحتاجه هلا خلينا نحكي على السفنجة السفنجة اللي موجودة بالأبليكيتر كتير مميزة ليش؟ لانه هي لو شوفوا هون معي مسامات كتير صغيرة متماسكة هيدا الشي اللي بيعطينا التغطية المثالية اللي نحنا حكينا عنها يعني ما بيعطينا هيدا الفراغات بيعطينا تغطية متساوية واحلى شي فيها انها أنتي بكتيريال يعني هي مضادة للبكتيريا بالإضافة أنه بنقدر نخسلها ونرجع نستخدمها مرة تانية ولا تنسوا أنه عندكم ريفل منها يعني عندكم قطعة تانية لحتى تبدلوا ما بينها هلا رح خبركم على الفاونديشن الفاونديشن كتير مميز في عنكم الفاونديشن بالعلبة الأساسية وعندي هون الريفل لو خلص معكم فيكم تاخدوا هيدا اللي موجود بالريفل وتركبوه بالعلبة الأساسية هذه خليني أخبركم وفرجيكم عليها بالظبط الفاونديشن هيدا ليش كتير مميز أي نعم هو لو نشوف لونه هو لون موحد لكل الكوفر كيو بس في فكرة كتير بسيطة لازم أوضحها لكل المشاهدين أو لكل المشاهدات خصيصا اللي عم يشوفونا إنه نحن بكل بساطة بنقدر نتلاعب بكريم الأساس بنقدر نحن نفتحه ونقدر نغمقه مع استخدام كريم أساس تاني لحتى يناسب احتياجه ونقدر نتلاعب حتى بلون بشرتنا بحيث إنه ممكن في بعض الأيام نحب تكون بشرتنا فاتحة وفي بعض الأيام التانية نحب يكون بشرتنا لونها عبرونز شوي فإذا حابين البشرة تكون لونها فاتحة ممكن نحن نمكس مع فونديشن أفتح أو مثلا نمكسها مع فونديشن أغمق إذا كنا حابين اللون البرونز هو لون واحد بيجي بس مع كوفر كيو وعفكرة في كتير مميزات بهذا الفونديشن خليني هلأ أخبركم عليها أول شيء إنه هو مناسب لكل أنواع البشرة ليش؟ لأن تيكستر طبعه بتحول عطول على بودرة ملمسوا بتحول على بودرة خليني هون لو أفرجيكم على إيدي شوفوا بمجرد ما أنا هون استخدمت جزء بسيط منه عطول جف وعطاني ملمس البودرة يعني عطاني هون ملمس البودرة ما في داعي أبدا إن أنا أجففه ما في داعي إن أنا أستخدم من بعده بودرة لحتى تجفف كريم الأساس كتير عملي غير إنه مناسب لكل أنواع البشرة كمان هو خلي من الزيوت لها السبب أنتوا منكم شايفين هون معي أي لماعية على إيدي مع أي كريم أساس تاني سواء كان لكويد كريمي أو حتى جاف بنلاقي إنه هون على طول صارت عندي لماعية تخطيته كتير ناتشرال فيها أتلاعب مع استخدمه يعني فيها حط طبقة لمكياج نهاري حط أكتر من طبقة لحتى أزيد التخطية تابعي في هذه الخطوط اللي شايفينها هون معي أو إذا أوضح خليني أفرجيكم ياها على الريفل شوفوا معي هذه الخطوط اللي هي بودرة اللقلق بودرة اللقلق اللي هي بتعطينا الإشراق وبتعطينا النظارة على البشرة بمجرد ما نستخدمها فهي كتير مميزة ولا تنسوا هي فيها نسبة واقي شمس SPF 25 يعني حتى ما في داعي لحتى نستخدم واقي شمس من تحت يعني الكوفر كيو فيها كل شيء من الألف لليا نحن بنحتاجه لحتى نحصل على فونديشن مرتب هلأ أنا بدي أعمل معكم ديمو لحتى تشوفوا قديش الفرق عن جد ما بين الطرق التقليدية وما بين الكوفر كيو قديش الكوفر كيو أبليكيتر كتير مميز أنا عندي هون الأبليكيتر وعندي الفاونديشن عندي هون موديل هاي ولكم أدو وورد شوپنج عندي الموديل هون بدي أستخدم لفاونديشن بالأبليكيتر بدي أفرجيكم قديش سهل هو الاستخدام بكل بساطة بعمل هيك بإنسيابية على البشرة الفيبريشن أو الاهتزازات الموجودة بالأبليكيتر بتساعدني أن أنا أوزع بطريقة متساوية على البشرة بكمية مناسبة للكمية للبشرة تحتاجها شوفوا هون عندي نمش شوفوا قديش رح أغطيه بس من مرة واحدة بس الأبليكيتر بتوصل لأداء الأماكن بالبشرة مثل المنطقة المحيطة بالعين وكمان المنطقة المحيطة بالأنف ما ننسى التاب الخاص بالأنف أنا رح أسوي بس نص الوجه بدي أخلي الموديل هي تستخدم الطريقة اللي بدي إياها لحتى تحط الفاونديشن عندي هون هايدي المنطقة شوف الكوفيرج قديش عن جد ممتاز و هو مناسب جدا على فكرة للون بشرتها و إذا طلع على فكرة أغمق من لون بشرتكم فيكم تفتحوا فاونديشن فاتح و إذا طلع أغمق كمان فيكم أو سوري أفتح فيكم تغمقوا فاونديشن غامق طريقة استخدامه كتير سهل عملي بكل بساطة بقدر بكل إنسيابية أخليين ساب على البشرة ويعطيين تغطية كتير مميزة هل أنا طلبت منها أنها تستخدم الطريقة التقليدية اللي هي بدي إياها أو بتفضلها هي هون اختارت أصابعها لحتى تستخدم وضع أو حتى تحط كريم الأساس الطريقة الاعتددية اللي هي بأصابعنا ما بتعطينا التغطية المتساوية شوفوا هون بدي تاخد وقت أطول ما رح تكون التغطية متساوية ممكن تحط طبقات أكتر من البشرة بتحتاج بينما مع الأبليكيتر الأسفنجة اللي موجودة فيه حبيباتها كتير صغيرة يعني منة مفتوحة مثل الأسفنجة العادية اللي بنشوفها بالسوق هيدا الشيء بيعطينا تغطية مثالية من المرة الأولى بس هون طريقة اللي عم تحط فيها طريقة شوية من سي كني سي شوفوا هون عندي طبقات منة متساوية أبدا طبقات منة متساوية أبدا عندي هون تركيز عالي من الكريم الأساس هون منة لمسيتة بالمرة هون لأنه عم تستخدم أصابعها ملطش مع الفاونديشن يعني منة واصلة حتى لأداء الأماكن فيها توصلها بس ما رح يكون التركيز متساوي للبشرة النمج هون المشاكل ما تغطت مع أنه نحن عم نستخدم نفس الفاونديشن لكن طريقة وضع الفاونديشن كمان بتمثل لإلنا تحدي كتير كبير Now I will ask you to use the applicator هلا بدي أطلب منا أنها تستخدم الأبليكيتر لحتى لحتى تحط كريم الأساس أو حتى توضعه نحن حطينا كريم الأساس بس المهارة مش بوضع كريم الأساس المهارة بفرد كريم الأساس وهذا الشيء اللي بتقدم لإلنا الأبليكيتر المقدمة لإلكم من كوفر كيو لأنها بتحتوي على كل شيء نحن بنحتاجه الاهتزازات اللي موجودة فيه بتساعد البشرة أنها تفترخي وتساعد البشرة أنها تحس بالراحة وقت وضع الفونديشن بنقدر نستخدم الأبليكيتر ما حيلا كريم أساس ما حيلا كريم للعناية بالبشرة كريم نهاري مسائي تغطية مثالية مثل ما أنتوا شايفين هون على طول التكستشور تبعوا تحول إلى بودر يعني ما أنه بحاجة لتثبيت لا بودرة مضوطة ولا حتى ببودرة حرة أخبرني ما تفكرت عن النتائج أنا مرحبا لم أكن أشعر شيء مثل هذا وأنا لم أرى أنا مرحبا أنك تحبت إنه يبدو مرحبا شكرا مثل ما أنتوا شايفين مشاهدينها هي كتير مبسوطة بالنتائج اللي حصلت عليها وأنا كمان كتير سعيدة لأنه عن جد بوقت كتير بسيط شوفوا أنا قديش أخدت من الوقت شوفوا قديش هي طولت بوضع كريم الأساس بالطريقة التقليدية الكافر كيوب بيحتوي على كل شيء نحن بحاجة لأله لحتى نحصل على كريم أساس كتير مرتب لا تنسوا كريم الأساسي مثل نجاح المكياش بنسبة 50% نحن ما بنستغني عنه لحتى نسوي نلوك نهاري ولا بنستغني عنه لحتى نسوي لوك مسائق خاص بالصهرات أو حتى مناسبات إنسوا الطرق التقليدية لوضع كريم الأساس وحصلوا على كوفري كيوب لتغطية مثالية في ثوانيك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر